اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشاة المسائية الاولى تنطلق فترة الصمت الانتخابي بالخارج في تمام الساعة الصفر من اليوم الجمعة الى غاية غلق اخر مكتب اقتراعا في الخارج وفق ما ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة الفين واثنين وعشرين ويجري الاقتراع بالنسبة للتنسين بالخارج ايام السابت والاحد والاثنين الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من جوليا الجاري وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرقب عسكر في هذا السياق ان اول مركز اقتراع سيفتح ابوابه في سيدناي باستراليا واخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الامريكية ادرجت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثنى عشر مركز اقتراع في مناطق حدودية وجبلية وريفية بالدائرة الانتخابية في قفصة ضمن قائمة مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائية التي ستفتح الاثنين المقبل يوم الاستفتاء للتصويت على الدستور الجديد من الساعة السابع صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء وذلك خلافا لبقية مراكز الاقتراع في البلاد التي تستمر فيها عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحا وإلى حدود العاشر مساء وتعد مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي في قفصة أربعة عشر مكتب اقتراع ومسجل بها ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون معتمديات السند والاكتار والاقصر وأملع رئيس وبالخير وزانوش وكذلك سيدي عيشة أفادت الهيئة العالية المستقلة للانتخابات اليوم أنه تم تكليف عضو الهيئة محمد أتليلي المنصري بخطة ناطق رسميا باسم الهيئة أو باسم هيئة الانتخابات وأشارت في بلاغ لها أنه تبعا لهذا التكليف تعتبر التصريحات الصادرة عن فاروق بعسكر رئيس الهيئة ونائبه مهر أجديدي وعضو الهيئة محمد أتليلي المنصري رسميا وتعبر عن مواقف الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وتوجهتها أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود دخان كثيف بطريق السيارة A1 تونس الحمامات من الكيلومتر 10 إلى الكيلومتر 15 مستوى منطقة مرناج بالاتجاهين نتيجة اندلاع حرق ودعا الحرس الوطني وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيدي بقواعد السير والجولانة من جانبها أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن المروحيتين الجزائريتين التي قدمت إلى تونس أول أمس الأربعة في إطار تقديم الدعم لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل بوغرنين بمنطقة برج السدرية من الضحية الجنوبية للعاصمة قد غادرت اليوم الجمعة القاعدة الجوية بالعوينة في اتجاه الجزائر وللمزيد ينضم معنا عبر الهتف مباشرة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معزة ريعة أهلا بكم سيد العميد إذن دخان كثيف بالطريق السيارة تونس الحمامات على مستوى منطقة مرناغ بالاتجاهين لو توضح لنا أسباب تصاعد هذا الدخان الكثيف هل يعود ذلك إلى تواصل اشتعال النيران ببعض جيوب السلسلة الجبلية بالفعل هو تم تصاعد دخان كثيف من أحد جيوب النيران في المنطقة الخلفية من جبل بوغرنين المطلع لطريق السيارة تونس الحمامات وبالتحديد من كيلومتر عشر إلى كيلومتر خمستاش من مستوى محطة الاستخلاص برناغ دخان هذا السبب في التقليل من مدال الرؤية خاصة بالنسبة لمستعمل لطريق السيارة هو بالحقيقة نجي تقول جيب النار هذا هو من مخلصات الحريق أن النيران استهمت في إعادة تأجج بعض الجيوب النيران اللي انتعاموا معها من حين يقالي انتعاموا معها النيران هذه جاد في منطقة وعيرة يبرع عن ملكة فضة يصعب الوصول إليها في وسائل الأقفاء وكما قلنا نزيد عامل رياح تاهم في تأجج النيران تم باسم الجيش الطيران متى مشكور متى يعني قام بطلعات جوية من أجل المتاهمة في عملية الأقفاء على الميدان باسم لي نحن كحن المدنية عنا سبعة شاحنات مركزة قرض محطة الاستقلاف متى تأمين متى يعني متى عمين الطريق السيارة وكذلك متى يعني للحد من انتشار النيران النار هذه بالنسبة للحالية ما تشكلش حتى الخطور على مستوى مناطق السيارة وغيرا احنا قاعدين نتعامل معها بالإمكانية المولودة نعم الناتق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معزة ريعة كنت معنا مباشرة عبر الهتف شكرا جزيلا لكم ما زالت شجرة الزيتون في تونس تحافظ على موقعها الاستراتيجي وقد ارتفعت عائدات صادرات تونس من الذهب الأخضر خلال الموسم الحالي بنسبة 30.5% خلال موسم 21-22-2000 ارتفعت عائدات كميات زيت الزيتون المصدرة بنسبة 30.5% لتصل إلى أكثر من 1700 مليون دينار وفق المرصد الوطني للفلاحة وسجلت الكميات المصدرة ما بين شهر نوفمبر 21-2000 وشهر جوان فارد تراجعا بنسبة تفوق 7% لتصل إلى أكثر من 160 ألف طن مقابل حوالي 177 ألف طن خلال الموسم الفارد وكان المرصد توقع مطلع العام الجاري أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي أكثر من مليوني طن أي ما يعادل 240 ألف طن من الزيت مقابل 140 ألف طن خلال الموسم الفارد أي بارتفاع بنحو 70% هذا ويفق عدد المعاصر الناشطة في مجال تحويل الزيتون في تونس 900 معصر بطاقة جملية تقدر بـ 30 ألف طن يومياً ويوجه زيت الزيتون سواء كان بشكل سائب أو معلب إلى التصدير ويخصص قصط منه للسوق المحلية تفعيل وقانون منع الأكياس البلاستيكية في قرقن أحد الحلول التي أوصى بها المشاركون في ندوة وطنية حول الحد من خطورتها البلاستيك في السواحلية التونسية والتي التأمت بقرقن ونظمتها الجامعة التونسية للبيئة والتنمية تفعيل قانون منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إحدى أبرز توصيات المشاركين في هذه الندوة القانون منع الأكياس ذات الاستعمال الواحد هو قانون موجود واصدر في سنة 2020 لكنه للأسف غير مطبق وهذه قاعدة تجربة اليوم معنا أخياننا من جربة قد متيت تجربتهم أنهم كبلدية ثلاث في جربة عندهم مشروع لمنع الأكياس ذات الاستعمال الواحد ولما لا في جزيرة قرقن وفي غيرها من السواحل التونسية التوسية التي خرجوا بها المشاركين في هذه الورشة ستكون موجهة إلى بلدية قرقن لاعتماد نفس التمشي واصدار قرار بلدي لمنع الأكياس البلاستيكية في قرقن مثل ما هو شأن في جربة وإن شاء الله كل الوزرات والبلدية وأحنا كمجتمع مدني مستعدين للقيام بعملية مناصرة للدفع لاتخاذ هذا القرار باعتبار أن هشاشة الوضع في قرقن تتطلب تدخل سريع وفاعل وعملي اقترحنا في صلب الجمعية أن ندفع نحو اعتماد كياس طبيعية واختداء بتجارب في العالم مثلا نحن اقترحنا قلنا لماذا لا نقتديوش بدولة طبقة المشروع لكياس الورقية من كياس الإسمنت أولا خلق مواطن شغل في إطار شركات صغرى عائلية تقوم بتجميع لكياس الورقية وكلها تترسكل وتتخدم في شكل أكياس بأحجام مختلفة الجامعة التونسية للبيئة وتنمية أثثت هذه الندوة بمعية طيف من المجتمع المدني المحلي لإطلاق نقوص الخطر وتنسيق خطوات عملية منسجمة مع خصوصية جزر قرقن بيئيا وإداريا وماديا نحن اليوم خاصة في التنظيم يجب أن نحكي على حلول التنظيمية التي هي تحلول ليس حل واحد لكن يجب أن نحكي على مجموعة حلول التي تكون متناسقة بين بعضها والتي هي بطبيعتها باناعتبار المنطقة والجزر نعرف أن الإمكانيات البلدية ضعيفة شوية والتمويل هو الجانب الذي يعوزنا فكرنا أن نعمل صندوق خاص للحد من البلاستيك ولا لنظافة الشواطئ ولا لنظافة بصفة عامة في جزيز قرقن أصدرنا قرار في مجلس بلدي وقمنا بالمراسلات اللازمة باش تكون مساهمة من المواطن في التكي التذكرة أمتاع الباخرة القيمة ما حددنا هاش ويكون صندوق هذا كخاص يمشي لتوسكي عيني بالبيئة والحد من البلاستيك البلاستيك وقوارير وأكياس وحتى في بعض وسائل الصيد تهديد ترتفع خطرته إلى أقصاها في قرقن خاصة مع ارتفاع عدد المقمين فيها إلى أكثر من عشرة أضعاف كسر مدنين واحد من المعالم الأثرية الذي يحاكي مخزونا تراثيا هاما في المنطقة يشكو من الإهمال ومهدد بالانهيار ما يتطلب تدخلا عاجلا من الصلة المعنية لترميم هذا الصرح التاريخي بهدف إعادة الحياة إلى غرفه وتنشيط الحركية السياحية والاقتصادية فيه هذه صور واحد من أجمل الأكسور بجهة الجنوب الشرقية التونسية قسر مدنين الذي يتوسط مركز المدينة صور تغني عن كل تعليق لما أصاب غرفه من انهيار وعدم اهتمام بها ما أدى بها إلى هذه الحالة حيث تتساقط من يوم إلى آخر عديد الغرفة دون تدخل إلى حد الآن ما جعل هذا القسر مهجورا من قبل السياحة والناشطين فيها من الحرافيية الصناحات التقليدية خاصة قصر السياحة أياما راحة انتهى أمرا نهائيا لا هي بيحد ما متلفت لحد لو الغرف طاح وانطالبوا بكل صراحة خلي يشوفونا حلل هالقصر هو طراثنا وهذا هو تاريخنا وتاريخ تونس كان ناقص ترميم هكتشوفوا فيه الكل طايح سياحة ما فماش كانوا 64 حانوة ياخد مهنين محلولين ولا القصر يتيح الناس هربت خايف الغرف اللطيح عليها كل عام يقولون هوا ترميم السناء ورف كامل طيح في المعالم الأثرية الكلها واللي غيذك أكثر كون هالمعالم الأثرية اللي عندنا في الجنوب التونسي ما موجودة حتى بالأسف العالم اللي صنعوا هي رجعونا شوي سياحة باش دورونا السيركوية ايكونوميك شوي حال هذه الغرف التي أصابها الانهيار من يوم إلى آخر جعل عديد الأطراف تبرمج تدخلات لإنقاذ ما يجب إنقاذه بهذا القسر تدخلات تنتظر التفعيل إلى حد الآن مشروع ترميم القسر بمركز ولاية مدنين من ضمن المشاريع اللي تعمل وزارة الشرون الثقافية على تجسيدها طبعا بالشاركة مع محل الوطني التراث والبلدية المكان وكذلك معناها الفاعلين الثقافيين من جمعي جمال التدخلات معناها انطلقت بحوالي 200 ألف دينار معناها حسب التقريب معناها ستحول إلى البلدية عن طريق المجلس الجهوي استكمال معناها بقية المشروع إن شاء الله اللي ممكن تناهز قيمتها 500 ألف دينار إن شاء الله من أجل معناها سيانة قسر مدنين التراثي والمعلم الكبير لولاية مدنين قسر مدنين شاهد منذ سنوات عديدة على ثراء ونمو هذه المنطقة بما يعج فيه من حرافيين والسياحة لكن هذه الفترة حاله يشكي ما وصلت إليه عديد المعالم التراثية بولاية مدنين وغيرها من المناطق المجاورة افتتح أمس مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته الخامسة والأربعين بعرضي 24 عطر العرض الفني الفرجوي تابعه جمهور غفير من أحباء الموسيقى الأصيلة والتراثية من لوحات فنية متنوعة جمعت بين عبق الطبوع الأندلسية والصوفية والنوبات المقتبسة من التراث الموسيقي التونسي انطلق العرض الفني الفرجوي للفنان محمد علي كامون بعنوان 24 عطرا يفتتح الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان ليالي المهدية الدولي دورة تعود بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا بسعينا أن نقوم بدورة معناها تحدين فيها كل الصعاب كل العرقيل قلنا نعمل دورة استثنائية نحاول نجتهد بشلبي كل الرغبات معناها فما عروض نعتبرها راقية كما عرض الافتتاح 24 عطر عرض راقي عرض متكامل يلبي كل الأذواق فما عروض شبابية عروض مسرحية كذلك عروض في الكولورية ونسعى إن شاء الله معناها الوزارة أنه دعمنا بعرض دولي وعرض طربي وهكذا نكون حسب اعتقادي لبينا معناها معناها الأذواق 24 عطر هو عنوان هذا العرض الذي مزج بين الأنغام البدوية والأركسترالية مع الحذرة النسائية إضافة إلى المواشحات الطرابية وغيرها من أنماط الموسيقى التي يفوح منها عطر التراث الغنائي التونسي العرض ينفرد أنه يخدم على جميع الولايات عندنا لوحة الأندلوسية عندنا لوحة الملوف عندنا لوحة الحذرة النسائية عندنا لوحة العطور البدوية عندنا لوحة الجزر نختمه مع حسب المهدية لكي نعملوا حاجة سبيسيال للمهرجين وفما زاد في البرشة في زاد فنون موسيقية حديثة وقديمة ممتزجة البرج الأثري بالمهدية الفضاء الذي احتضنا هذا الحفل تزين بأضواء وديكور تفعل معه الجمهور الحاضر ياسر مزينة الحق جيتها من تونس خاطر ما خلطتش على العرض في السيد لكل شوق نهارتها نعم جيت اليوم المهدية بعد أصحابي باش نعملوا جو خاطر ياسر بالحق متنوع العرض في برشة حاجات نجد فيه ما تسمع فيه التراث فيه القصبة اللي حاجة من أسمعها جديمة فيه هذا المهدية الجزول حق ما نعرفوش جديد علي أما ياسر حاجة مزينة من عنوان تفهم معناتها 24 عطر نتصور 24 ولاية باش نتفرجوا الليلة على كامل التراب الجمهوري حاجة مهمة معناتها تسويق السياحي ثقافي حاجة مزينة برشة كيراو عروض من الشكل هذية يبدي برشة يعني بدي برشة يعطيهم الصحة وستتواصل عروض مهرجا الليالي المهدية الدولي إلى غاية يوم 11 من قوت القادم مع إمكانية دعمه بعروض دولية أخرى ليكون جمهور المهدية على موعد مع السهر والفن والإبداع نهاية هذا الموعد الإخباري مشاهدين الكرام ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفز التونسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر